اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة النشاط الأول لدينا مجمع من الحيوانات صور لحيوانات سنميز بين الحيوانات الأليفة والحيوانات المفترسة لدينا صورة الصورة الأولى صورة لحمار الحمار هو حيوان أليف أم حيوان مفترس؟ الحمار حيوان أليف الصورة الثانية القط القط وحيوان ماذا؟ وحيوان أليف نعم جيد أحسنتم الصورة الثالثة نمر النمر هو ماذا؟ وحيوان مفترس الصورة الرابعة بقرة البقرة يحيوان أليف ثم أخيرا الثوبان الثوبان هو ماذا؟ وحيوان مفترس أحسنتم إذن ننتقل إلى نشاط آخر نربط كل حيوان بصورته الصورة الأولى ماعزة نعم المعزة ماعزة هذه صورتها الصورة الثانية قطة هذه صورة القطة حمامة إذن حمامة بقرة نعم بقرة هذه صورتها ثم أخيرا جرو هذه صورة الجرو أحسنتم ثم نشاط آخر أضع علامة في خانة الحيوان الأليف هذه صورة الحمار ثوبان صائر ودودة الحمار هل هو حيوان الأليف؟ نعم الحمار حيوان أليف الثوبان هل هو حيوان أليف؟ لا ليس حيوان أليفا بالنسبة لي الطائر هذا الطائر هل هو حيوان أليف؟ نعم هو حيوان أليف نضعه في القفص ويعيش معنا الدودة هل هي حيوان أليف؟ لا ليست حيوانا أليفا إذن خلال هذه الأنشطة نستخلص أن حيوانات محيطة متنوعة بعضها أليفة تعيش مع الإنسان وفي الختام هذه مجموعة من المصطلحات ونظيرتها بالفرنسية حيوان أنيمال محيط أليف شكرا لكم شكرا لكم